واحدة من الحاجات المهمة جداً بالمناسبة مزيم بفرق يا أمير إنه لو أنت فرقت على المباراة كمان برامنز ضيع كمية فرص سهلة وكان فيه سوق توفيق مش طبيعي آه صح مزيم زي ما أنت قلت مش أفضل نسخة لي بس برامنز كان واجه وسوق توفيق مش طبيعي وكانت لقال بجلل تقريباً واللعبين كمان طيب تعالني بقيت شوية عن كس منتخم مصر ومواجهة بعد غد مواجهة كبيرة جداً لأنادي الأهل أمام الرجاء المغربي كان فيه بعض الأخطاء في المباراة الزهاب وكان فيه أداء رائع جداً أداء رائع جداً من نادي الأهل قدام الرجاء ورغم كده كان فيه أخطاء أخطاء بنقول عنها عشان الأهل كان ممكن يكسب بسكور كان ممكن يكسب نتائج بلا تريح وتخلينا المباراة اللي جاية بتاعت يوم الجمعة مباراة مريحة مش ألعين منها وخلاص والأمور هتبقى سألن نادي الأهل بس الأهلي خلص المباراة 2-1 ناقص عدد يضرب الجزاء الضيعة كان ممكن يحسم الشوت الأول بنتيجة أكبر الأهل يتعامل إزاي مع مباراة العودة ويصحح أخطاء مباراة الزهاب طيب بص أنا بشوف أن الأهل يلعب مطش كواس جداً ضد الرجاء في مباراة الزهاب ويمكن أفضل مباراة للأهلي من فترة طويلة جداً وعدد فرص كبير جداً بالضبط وهو ده الحكم يعني أنا النهاردة لما يجي أقول أن المدرب ده أو الفريق ده عنده قدرة على أنه هو يكسب المباراة يبقى حبص على عدد الفرص اللي بيصنعها شح منشستر سيتي مثلاً يعني في إنجلترا بيصنع كم فرص مهول جداً بس لأنه هم بيفتقدوا المهاجم يعني علشان كده هم دلوقتي تقريب تربطهم بهالند هم ما عندهمش مهاجم حاولوا يجيبوا كريسيان رونالدو وحاولوا يجيبوا هاري كين ما توفقوش فبدأوا الموسم من غير مهاجم بالاعتماد على خصص وخصص يعني بعض رحيل أجوير ومش المهاجم اللي يملى المكان ده فبيصنعوا كم فرص كبيرة جداً ورغم كده فيه مطشاط بيخرجوا منها متعدلين خسرانين رغم كم الفرص اللي بيصنعوها فأنت بتوعت أحياناً تتخيل لو الفرقة دي كان فيها رونالدو أو فيها هاري كين كان الوضع يختلف في الأهلي أنا بشوف أن الأهلي حالياً مفتقد واحد زي باجي مفتقد واحد زي ويلتر بواليا عشان كده أنا شايف أن الأهلي مع عدد الأهداف الكبير جداً اللي سجلوا باجي مع أميان في دور الدرجة تانية الفرنسي السمادي وأن أميان نفسه بيفكر أنه يتعقد معاه لازم الأهلي يفكر هو كمان في أنه يرجعه قبل ما يفكر في أنه هو يبيره طبعاً أنا شايف أن الأهلي مفتقد مهاجم محمد شريف هو في النهاية أحياناً بحس أنه هو برضو مش مهاجم السندوق اللي تقدر أن أنت تعتمد عليه مثلاً في الكرات العرضية لما تبقى مثلاً لما غير استراتيجيته موسيماني وبدأ يلعب كهر ليه هو طلع أصلاً محمد شريف بس حتى في وجود محمد شريف مكنش يحصل حاجة ومن الوضح أن الراجل كمان دخل خلاص في خلاف مع حسام حسن في الموضوع بالنسبة لهم بقى عند بصراحة يعني أنا حاسس أن حسام حسن هتبقى فرص قليلة وفكرة كمان سؤاله كل مرة في المؤتمر الصحفي بحس أن ده بيبعد حسام حسن مش بيقربه وده اللي باعد كهربا لو تفتك بالزبط بالزبط هتبدأ تستعني على كهربا هتستعني على كهربا طب خلاص بشي أس كهربا أو كهربا يروح تركيب بالزبط فحسام حسن ممكن يكون هو مش مقنع في التدريبات أسخد بالك برضو إحنا منحكم على المطشات طبعاً لكن هنحن نشوفش التدريبات ممكن يكون هو الراجل مش بيعند معاه ولا حاجة هو شايف أنه في التدريبات محتاج يبزو الجهدة أكتر محتاج أنه يبقى أفضل لكن لما خرج محمد شريف وانتقل بيرسي تاو للحتة دي وبرسي تاو على فكرة كان بيلعب مطش أنا بشوف أنه أحسن مطش لعبه من مطش الإسماعيلي اللي في بداية الدول بس اتظلم اتظلم إزاي بقى أنه اتنقل رقم 9 صريح فبقى تقييمه على إن هو رقم 9 صريح فطبعاً الراجل الفنيشينج بتاعه مش أحسن حاجة ففي النهاج تقييمه كان ظالم لكن لو كان استمر في مركزه ولو كان عمر السلية سجل رقلة الجزاء التانية كان الوضع يختلف صح فعشان كده أنا بشوف أن أحياناً بيبقى فيه ظلم وغير عدل في تقييم أدايا الأهلي في المباراة أو تقييمه سيماني في المباراة لأن الأهلي صنع فرص كتيرة جداً واجهوا سوق توفيق زي ما قلت يمكن فكرة أن الأهلي محتاج أن هو يتعاقد مع مهاجم رقم 9 يكون صريح مهاجم يكون بيقدي الأدوار اللي مش بيقديها محمد شريف لأن محمد شريف يعني شبه كده الثلاثي بتاع ليفربول اللي هو بيقدر أنه يتحرك على الوينج ويقدر يغير مركزه ويروح ساحب نفسه البرة ويدخل مكانه بيرسيتاو أو يدخل مكانه قفشة يعني بيلعب أدوار مش بيلعبها رقم 9 اللي أنت تعتمد عليه أنه يبقى مهاجم صندوق ودي مميزات مهاجم ودي مميزات مهاجم المهاجم التاني ده لازم يكون موجود عندك طبعاً لازم عندك المهاجم ده ودوره مهم جداً محمد شريف في مبارات كثيرة وفي أشواط كثيرة أو في تفاصيل كثيرة في المباراة لازم عندك مهاجم ليفربول عنده أوريجي صح وأوريجي مختلف أوريجي ولا هو ساديو ماني ولا هو فيرمينو ولا هو جوتا صح بس وجوده مهم وحسن ماتشاط لأن وجوده مهم أحياناً فيه ماتشاط بتبقى محتاجة بالزبط بتعزيمة وانت عايز تلاقي اللي السراجي بتاعك والأهلي كمان بيغير طريقة لعبه كتير يعني موسيماني بصراحة يعني هو راجل عنده أوفرثينكينج خلاص هو الراجل من أول يوم ليه في مصر وواضح أنه هو بيدرس بيفكر كتير بيذاكر كتير فممكن الماتش ده يبتديه 3-4-3 الماتش اللي بعده 4-3-3 وبرضه عنده سوق حظ شوية أن بعد ما مشيت معاه وجابت قماش في 3-4-3 اتصاب له بدر بنون وتصاب له أكرم توفيق وأيمن أشرف وعلي معلول فاضطر أنه هو يرجع يلعب بربعة في خط الدفاع فبرضه الراجل يعني بيحاول أنه هو يوصل لأفضل توليف عنده في الفريق وأحياناً فيه لعيبة برضه مع ضغط المباريات ومع مشاركاتها مع منتخب مصر مستوها بيتراجع فيه أمور نفسية بتأثر على اللاعبين يعني الراجل بيحاول أنه هو يتعامل فلازم يبقى عنده كل الأدوات اللي تساعده على فكرة أنه أنا النهاردة بلعب 4-4-2 وبلعب 4-3-3 وأحياناً بلعب 3-4-3 وبرضه هو ضد الرجاء بدأ المطشب 4-4-2 وكانت نكحة جداً جداً يعني الأهلي عمل شوط مثالي شوط أول مثالي ضد الرجاء الشوط ده إخلص 4-5 يعني أنا سنيتي شال كمية فرص رهيبة رهيبة من الأهلي فأنا شايف الأهلي لها مباراة كويسة شايف مبالغة في فكرة أن الناس خايفة من مباراة العودة يا جماعة ماشي يا مطش صعب لأنه في دور الأبطال بس الأهلي راه كسبان 2-1 يعني الأهلي عنده أفضلية فليه بنأفور في فكرة أن ده الجمهور طيب يا جماعة ما هم دول اللعيبة تنادي الأهلي اللي هو بطل آخر نسختين في دور الأبطال اللعب قدام جمهور كتير قبل كده اللعيبة دي دولية مع منتخب مصر ومع منتخب مالي ومع منتخب تونس فعيب قوي أنه نقول أنه هما حيقلقه من جمهور الرجاء اللي احنا كلنا شفناه أنه هو منافس مع كامل الاحترام ليه مش بقدر الوداد مش بقدر الترجي يعني منافس في المتناول فهو لو هو قوته كلها قوة جماهرية أنت بالمناسبة حيجي لك فرص فأنت بس كل أنت محتاجه أن أنت بدل مكانة الفرص دي بتضيعها في مصر تستغل لها يبقى فيه إيجابية أكتر يبقى فيه نجاعة أكتر يبقى فيه الفرص حتى أقول إيلا أو كتيرها تقدر تسجل وتحسم المباراة بس أنا حقول لك على حاجة ببساطة الأهلي لما كان فاتح خطوطه في نهاية المطش هنا في القايرة علشان بيحاول يسجل التالت إيه اللي حصل؟ هم جالهم انفراد الرجاء جاله انفراد وكان ممكن يسجل التعادل مظبوط انت رايح المغرب هم اللي حينزلوا بقى عليك ضغطين هيجي لك نفس المساحات اللي جات لهم المهم بقى المطلوب إيه ان انت لما تجي لك تستغلها بس كتا